من جانبه أشاد نائب محافظ البنك المركزي لاستقرار النقدي رامي أبو النجا بحجم المشاركة في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية والتي تخطت 81 دولة وأكثر من 3600 مشارك كما أوضح أبو النجا أن المناقشات انصبت على حشد تمويل القطاع الخاص لدعم مشروعات مواجهة التغيرات المناخية مشيدا في هذا الصدد بإسهامات مصر في ضوء استضافتها لمؤتمر التغير المناخي كوب 27 العنوان بتاع هذه الاجتماعات كان حشد تمويل القطاع الخاص لمواجهة التدعات الناتجة عن التغيرات المناخية وطبعا أهمية تمويل مشاريع زاد طبع يغلبه الاستدامة في هذه المشاريع وإحنا عارفين أن العالم كله بيواجه أزمة كبيرة في التغير المناخ ولازم أن يتم تدارك هذه الأزمة والتغير بشكل سريع وشكل فعال فالنقاشات كلها تمحورت حوالين هذا الموضوع وكان طبعا لمصر دور مهم جدا في هذه النقاشات وليها رأي وتوجه واضح إحنا مصر كانت استضافت كوب 27 وكان برضو لها توجه واضح جدا وقوي في هذه الاجتماعات ترجمة نانسي قنقر